استهجان وردود فعل غاضبة في تونس بعد واقعة ضرب وشتم زعيمة الدستور الحر وعضو البرلمان عبير موسي من كبال نائبين ينتميان لكتلة تابعة لرئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بالنسبة إلى ائتلاف صمود ممارستين وابي لخوان للعنف تحت قبة البرلمان مؤشر على موجة جديدة من العنف في الشارع قاعدين يصدروا في العنف من البرلمان للشارع كان هي محامية وبرلمانية ورئيسة قتلة وتتضرب منها المرادة في الشارع شفنور بشي يصير فيها تحت هالحكم الجائر اللي احنا توقعين نستنعوش حتى ماناش لقين كيفاش حل قانوني سياسي دستوري تحس اللي احنا في فخ الاتحاد الوطني للمرأة التونسية المنظمة الوطنية العريقة يريد الذهاب إلى ما هو أبعد من الشجب ومواقف الإدانة وطلب رفع الحصانة عن النائب المعتدي وشرع في جمع التوقيعات على عريضة وطنية لإجبار مكتب البرلمان والغنوش على الرضوخ لسلطة القانون واحترام المرأة هذا ما يؤلمنا وما يحز في أنفسنا لأنه أيضا حصل بحضور وزيرة المرأة التونسية وتحت قبة البرلمان تترأسه امرأة بالأمس وكان من المفروض على كلتا السيدتين أن تتخذ موقفا حينيا ضد ما حصل للأستاذ عبيق لجماع الوطني على إدانة عنف نواب التيار الديني يزيد الضغوط على الغنوش الذي ترتفع الأصوات المطالبة باستقالاته من رئاسة مجلس النواب إضافة لحكومة تهيمن عليها حركته وذلك لفسح المجال أمام تحقيق انفراج سياسي مراقبون ربطوا بين جرأتنا إبيني على العنف في مجلس تشريعي ينتظر منه تعزيز الترسان القانونية لحماية المرأة وتقوية مكانتها وبين رغبة حركة النهضة في لفت الأنظار عن الاتهامات الموجهة للغنوش بتوفير غطاء سياسي للإرهاب خليل والجدود العربي تونس ترجمة نانسي قنقر